ازايكم حبيب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة جابا لكم اكلة كلنا بالحبها قلنا ناكلها ابن الشهر الكريم وشري الحلة الوحدة يلا عشان ما طولش عليكم يلا ندخل على الفيديو تشوفها نعمل ايه في حلة على النار عنديك فيها حوالي ربع كباية زيت علما الزيت يسخن معانا هنقطع بصلة تقطيع مش كبير اوي ولا صغير اوي متوسط وهضيف عليه حوالي معلقة من الدقيق ورشها من الملح وهقلبهم كويس جدا خلاص حمرنا البصل زي ما انتوا شايفين كده شايفين البصل اللونه عامل ازاي هنشير كل البصل اللي موجود في الزيت وهنضيف معلقة زبدة كبيرة على الزيت اللي كان موجود مكان البصل هنحط حوالي نص كيلو شعرية او كيس شعرية هو كيس الشعرية حوالي 450 جرام وهنقلبه كويس برضو هنفضل نقلبه عشان اللون يبقى واحد خلاص بدأت الشعرية معانا هنضيف ايه على الشعرية تاني هنضيف حوالي نص كباية من الماكرونة يعني هي الشعرية هزم ان تبقى كتير شوية عن الماكرونة وهقلبهم كويس مع الشعرية خلاص دي ما انتوا شايفين كده الماكرونة بدأت تشوح مع الشعرية هنبدأ نضيف العكس ابو جبة انا سلقت العكس بتاعنا نص سلق حوالي 3 دقايق بس على النار نقع حوالي كباية رز مصري او فلاحي اللي هو البلد اللي بحانا ده هصال فيه كويس وهضيفه على المكونات اللي احنا عملناها بتاعت الكشف قلبتهم كويس جدا لحد ما يبدأوا ينشافوا معانا برضو هنضيف حوالي ربع كيس الماكرونة اللي احس بكتي توابل بتاعتنا تلت انواع بس الملح معلقة صغيرة من الكوزبرة وربع معلقة من الكمول وهنقلبهم كويس جدا وهنضيف الميا معانا حاجة بسيطة مش هنططر الميا خالص احنا مش عزين الكوشن بتاعنا ياخد ميا كتير مننا لان المكارونة والمكارونة اللي ازبكتي هتنزل ميا معانا زي ما انا قلتلكم خلاص غطيته اول ما يبدأ يغلي معانا او احس ان هو خلاص بدأ اتشغب هتيت عليه بطلجاز في كسرون على النار هنضيف حوالي معلقة زبدة معلقة زيت وهنضيف حوالي معلقة كبيرة من التوم او راس توم كبيرة عشان هنشوف هنعمل بها ايه نقلبها كويس جدا لحد ما لونها يصفر معا وهنضيف رشا من الكوزبرة وشوية من الملح خلاص التوم بتاعنا بدأ يصفر معانا هنشير حوالي معلقة كبيرة منه في طبق وهنركنا على جان عشان هنشوف هنعمل بها ايه هنضيف على باقة كمية التوم هنضيف التوم مضروبة في الخلاط ومصطفية زي ما انتم شايفينها كده هنسيب التوم بتاعتنا تسبك على جان اول ما تهضو ههدي عليها البتجاز معانا معلقة كبيرة من الزيت معلقة من الشطة وعليها صفية بتاعها للطلاط من لسه نصفينها من شوية هنقلب الهريسة اللي احنا عملناها مع بعض اول صلصة بتاعتنا الجميلة وهنضيف عليها ربع معلقة من الملح ربع معلقة من الكوزبرة ورشة صغيرة خالص من الفلفل الاسود وهنقلبهم كويس جدا خلاص بدأوا يسبكوا معانا هنهدي عليهم البتجاز ويلا نشوف الكشري بتاعنا بقى عامل ازاي الله عزيحة كايفين الكشري عامل ازاي حباية من حباية فاكرين معلقة الطوم اللي شناها من شوية يلا نشوف هنعمل بها ايه فطاصة على النار برضو حط معلقة الطوم اللي كانت نسفاذة معانا او لونها اصفر هنقلبها كويس ونضيف عليها حوالي معلقة جبيرة من الخامس وربع كباية مية على البتجاز ونضيف عليها معلقة من الكوزبرة ورشة صغيرة او ربع معلقة من الملح وهنقلبها كويس اول ما تبدأ تغلي معانا هنضيف عليها معلقة من الصلصة اللي احنا عملناها في الاول لتعزيز اللون كايفين الالوان اللي احنا عملناها مع بعض شايفين اللون الكشري الجميل الرائح والصلصة بتاعتنا والهريسة وكمان صلصة الطوم الجميلة يا رب الفيديو يكون عجبكم يكون كمان كشر الحلة الوحدة ينور اعجابكم ولو اعجبكم الفيديو لا تنسوش اللايك والاشتراك وكل سنة وانتم طيبين وإلى اللقاء باي باي اشتركوا في القناة